اشتركوا في القناة وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي أكثر من 230 مليون دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1300 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية وبسعر 1300 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وذات السعر بشكل نقدي حققت تركيا ملياراً وسبعة مئة مليون دولار من عائدات السياحة العلاجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023 وقال وزير التجارة التركية تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية أنشأت نحو ألف مستشفى إضافة إلى 25 مدينة طبية أما إنشاؤها أو لا تزال قيد الإنشاء مؤكداً أن تركيا باتت قاعدة صحية مهمة للعالم خلال السنوات العشر الأخيرة وأوضح أن أكثر من مليون شخص جاءوا من خارج البلاد إلى تركيا عام 2022 وتلقوا الرعاية الصحية حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الميزانيات العمومية لبنوك منطقة اليورو تظهر علامات مبكرة على التوتر بعد ارتفاع حالات التخلف والتأخر عن سداد القروضة وحث المسؤولون في المركزي المقرضين على زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروضة المتزيلة وتوقعوا أن تتضرر أرباحهم بسبب انخفاض حجم الإقراض وزيادة تكاليف التمويل وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة عشر مرات على التوالي منذ منتصف العام الماضي لتصل إلى مستويات غير مسبقة عند 4.5% تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعد أن قررت أوبك تأجيل اجتماعها حتى يوم الخميس وذلك دون الكشف عن السبب وراء التأجيل وتراجعت العقود الأجيلة لإخام برينت إلى 81 دولارا و30 سنة للبرميل الواحد كما انخفضت العقود الأجيلة للخام الأمريكي إلى 76 دولارا و35 سنة للبرميل ومع ذلك أفادت تقارير صحفية بأن السعودية غير راضية عن أرقام إنتاج أعضاء الأعضاء آخرين وسط مطالبات بمشاركة عبء التخفيضات فيما أفادت تقارير أخرى بأن تأجيل الاجتماع مرتبط بدول إفريقية والآن مشاهدينا الكرام هذه انتقالها سريعة إلى أسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار العمولات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر نهاية والموجز الاقتصادي بأمان الله ترجمة نانسي قنقر